موسيقى مشاهدي لو 360 مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج شهادات شهادة اليوم يروي علينا وجه سياسي معروف سبق له أن تقلد منصبة وزير السياحة في حكومة عبدالله بن كيران ما بين 2012 و2016 أحسن حداد مرحبا بك وشكرا على قبول دعم أهلا وسهلا رمضان مبرك الله يبرك فيك أنتم اليوم برلماني عن حزب الاستقلال أيضا رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولكن في هذه الحلقة سنتحدث أساسا على تجربتكم على رأس وزارة السياحة وقبل ذلك وقفة مع فقرة مصار ونواصل الحديث الحسن حداد السياسي والأستاذ الجامعي والخبير الدولي في الدراسات الاستراتيجية تزال عام 1960 في مدينة بجال خدا شهادة الإجازة من جامعة محمد بن عبدالله بفاس سنة 1982 وفي عام 1984 أحصل على شهادة الدراسات الجامعية العولية في شعبة الدراسات الأنجلو أمريكية من جامعة محمد الخامس بالرباط من نفس الجامعة غالي ياخد شهادة دكتورات سلك الثالث في العلوم الإنسانية سنة 1987 من بعد مشال أمريكا واخد دكتورات دولة في العلوم الاجتماعية من جامعة إنديانا في عام 1993 وحصل كذلك على مصدر الأستاذية في تسيير المقاولات من جامعات سان توماس في نيويورك سنة 1999 اشتغل لحسن حداد كأستاذ في مجموعة من الجامعات في المغرب والخارج ما بين 1984 و2001 واشتغل كذلك كخبير دولي في الدراسات الاستراتيجية والتدبير في مجموعة من المؤسسات الدولية وفي المجال السياسي كان لحسن حداد من مهندسي برامج الانتخابية لحزب الحركة الشعبية في عام 2011 نجح حداد أنه يدخل البرلمان بإزم حزب السنبولة عن دائرة خريبكا وفي 2012 تعين الحسن حداد وزير للسياحة في حكومة عبد الإله بن كيران وهو المنصيب اللي يبقى فيه حتى 2016 وفي انتخابات 2016 حافظ حداد على نفس المقعد البرلماني ولكن هذه المرة عن حزب الاستقلال وفي 2021 تنتخب كعضو في مجلس المستشارين عن نفس الحزب وتعين رئيس اللجنة البرلمانية المشاركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إذن حسن حداد أنتم في الأصل مناضي الحركي في الحركة الشعبية لتحقتوا بحزب الحركة الشعبية في بداية الألفية الثانية وأصبحتوا معضوا دي المكتب السياسي دي الحركة الشعبية منذ 2006 وفي سبتمبر 2016 قدمتوا استقالتكم من الحركة الشعبية والتحقتوا بحزب الاستقلال ولكن أنا تضحرجت في أوساط اليسار حينما كنت في الجامعة وحتى كنت أستاذ في الولايات المتحدة ومن بعد أن ندخلت الحركة الشعبية لأسباب ذكرتها من قبل ولكن الخروج دي في 2016 كان هو سبب بسيط جدا أنه الحركة الشعبية رفضت بساطة تسكية لأسباب معروفة ولأسباب الحسابات السياسية ضيقة حزبية إلى غير ذلك رفضت بساطة تسكية تسكية المحمد المبديع على مقاطن؟ لا محمد المبديع هو في الفقر بالصراح ولكن أعطتها شيء واحد أخر ومن نجحش يعني في إقليم الخريب معروفة يعني وما كانوا عارفين بأنه يعني أنا غادي نربح المقعد ولكن رغم ذلك وما يعني حاولوا يضحيه بالمقعد وما يعطونيش أن تسكية وكانت كالس عندك خلافات مع القيادين دي الحزب؟ بعض منهم وما كانوا عندهم خلافات معينا ما كانت عندي معهم تشي خلافات كي الناس لي وما كانوا عندهم خلافات معي ما زال الآن ما شرحوش عشنا يا ذي الخلافات اللي كان عندهم ولتحقتي بحزم الاستقلال وطرشحتي بإسم حزم الاستقلال في التاهير الانتخابي اللي أخر يبقى ونجحتي ودفرتي بمقعد في البرلمان في واحد الفترة دي الشهرين ما بينلي انتقال ما بين الحركة الشعبية والاستقلال شهرين وكنت استقلت حتى من الحكومة لا واستقلنا من الحكومة من اللي ربحنا من اللي نجحنا في البرلمان احنا واحد ناشر الوزير اللي يمكنوا في نفس الوقت يعني انهم يعني شاوا ولو برلمانيين فاش ولو برلمانيين كانوا محسموه لان هناك حالة تنافي اذا فاش ولو برلمانيين استقلوا من الحكومة في اكتوبر 28 2016 وبقات الحكومة دي البن كيران مستمره الى حين يعني تعين الحكومة الجديدة دي الاتمانيين وبين بأنه كيفما كان لون الحزبي نحسن حداد ورقة رابحة في المشهد الحزبي في الدائرة الانتخابية به الخريب قال يعني شنو سر وراء الشعبية دي الكم هو في حق انا متعجب ليش دكتان قول ما بالاحزاب يعني كنت انا كنت ولكن لا هو السر راشنا وهو وعلاقة يعني من المواطنين اللي كانت واطيضا وعلاقة مع الناس اللي موجودين يعني سواء في الدوائر كلها للدائرة دخولي بقال دي الواتزا والذي البجاد مع البادية مع الطلبة مع الفلاحين مع الصناعة التقليدين لغير ذلك وعلاقة اللي كانت يعني مستمرة لا قبلها يعني فاش كنت وزير ولا من بعد منها يعني علاقة اللي كانت مستمرة وثلاثة يناير الفين وطناش غادي جي فترة دي الانستوزار سوفيتم تعين وكم وزير نستياحة في حكومة عبد الابن كيران شكولي تصل بك انا داك وواش كنتي كتتوقع بأنك هذي تكون وزير وخلصان في الحكومة دي الابن كيران لا هو كنت انتوقحا لأنه كان اقتراح دي الاسم ديالي في الحكومة ديالجطو الفين وثلاثة وبعد ذلك فحدة تادي اللي وقع في الفين وربعة وكذلك كان هناك اقتراح فالفين وتسعود آآ وفالفين وحداش يعني كانت قريبا شي بهم كذا ولكن هذا قرار يرجع إلى جلالة الملك والذي يعين حسب يعني حسب الدستور أنا اللي تصل بياه هو الأمير اللي عامل حركة الشبيس محمد العنصر يوم قبل قال لي غادة نجيب بالهندام فلان فلاني باش غادي تمشيوا القصر إلى غير ذلك وسولتواش من حقبه قال لي الحقبه الفلان فلانية وكنت أنا جلس مع أصدقاء اليوم كذلك كانوا يريدون أن يكونوا وزراء مع الأسف ما ما حلفوا مش لحد باش يكونوا وزراء فواحد يناير ولا اثنين يناير الفين وارفين وناش من بعد تسليم السلط مع وزير السياحة السابق مني كنظن هو ياسير زناقي كن هو أول إجراء قام به الحسن عبداد من بعد تعيين دياله في الوزارة ما مثلا نتذكر شاشن هو أول إجراء ولكن يعني أنه تسليم السلط كان جيد جداً لأنه كان يعني واحد الجلسة اللي دولنا فيها كثير من الأمور لي كتعلق يعني أشن هو التقدم ليوقع في كثير من الملفات واللي أساسي وهو التفايل ديالرؤية ديالالفين وعشرين هذا هو اللي أكدنا عليه وهذا هو اللي بدينا تشتغل عليه يعني منذ تسلم يعني مقاليد الوزارة تهيين ديال الحكومة بن كيران غاد يجيب واحد ترفية استكنائية نك نعيش وآنا داك على إقاع ما سمي الربيع الهرابي كيفاش كانت الوضعية ديال السياحة آنا داك واش كان شي تأثير ديال المجيء ديال الحكومة دياله بن كيران على السياحة المغربية آنا داك هو كان تخوفت بالنسبة للمجيء الإسلاميين على السياحة ولكن يعني بالتعامل يعني اللي كان وقاع ما كانش يعني يعني تأثير اللي هو سلبيه بشكل كبير جدا أولا بعدا يكانوا يعني من البي جي دي ما كانش عندهم موقف يعني مبدأي منافي للسياحة ولكن في نفس الوقت لم يكن هناك يعني واحد دعم بشكل كبير جدا وقوي بالنسبة للسياحة كان في نفس الوقت يعني راك نتاك تشتغل راك وزير إلى غير ذلك إلا حتاجتش حاجة تنقشها مع رئيس الحكومة إلى غير ذلك ولكن ما كانش من الأولويات ديال مثلا رئيس الحكومة ولا ديال بالنسبة لهم سياحة ليست أولوي وكان أمور يعني كان بعض تحفظات في أمور ولكن بشكل عام لم يكن هناك يعني تضييق لا على السياحة ولا على العمل ديال الوزير في إطار السياحة ولا على كثير من الأمور لم يكن هناك تضييق بالعكس يعني في كثير من الأمور كان بعد تدخلت من أجل الزرطبات كانت واحد الحادثة اللي أشتغى في البداية ديالولاية الانتدابية ديالكم وبالتبط نارخ 25 مارس 2012 وزير العدل والحريات أنا داك مصطفى الرامد سوف نمشي من راكس إحدى دور القرآن وهذه القوة أحد الكلمة اللي اعتبرت أنا داك بأنها في أمس الحريات الفردية وبمصداقية الوجهة ديال السياحية ديال مدينة مراكس وليس ما أشير الحسن حدد سوف نرى جزء من الكلمة ديال مصطفى الرامد اللي أترك الجدل أنا داك ونواصل الحديث بعدها من هذه الوجوه كريمة من الشباب والشيوخ والقبول والأطفال الذين يوجدون في مدينة يأمها الناس من العالم ليقضوا في ملاهيها وفي أرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون علىه شنو كان رد الفعل ديالكم الحسن حددد على كلمة ديال الرامد وشنو كان الوقع دياله على المعانيين ديال السياحة وخصوصا بمدينة مراكس أول معانيين كانوا بالنسبة ليهم وكثير من المعانيين كانوا متخوفين أنا كنت أقول ليهم مرأة خوفة يعني بالنسبة ليهم مرأة الإسلاميين مغربة يعني يعني وعارفين الأهمية ديال السياحة والأولوية ديالها إذا نفاش قل سيمش طفر رامي ذات القضية يعني بحال تأكد ذاك الخوف ديال لهذا تصلوا وشنو كان وشنو جريد لهذا تطريت أنا باش نكتب يعني باين لتنقل فيها ديال المراكس والدية السياحة والدية الادية راك هتهمني أنا كوزير كتمنينه ورئيس الحكومة يعني ذاك والرئيس كتب ذاك البلاب أنا المسؤول الوحيد على السياسة السياحية في المعريب هي السياحة ووزير السياحة يحابي تنسك ما رئيس الحكومة قلت هذا القضية ولكن للتاريخ يعني مصطفى الرامي ذلاف المجلس الحكومي ولا من غيره قال بي أنه عندك الحق في هذه القضية وطراجع على ذلك الأمر لك قال بي أنه عندك الحق كان مسألة هذك شو لقد قلت فيه الحق الغريد والطوية الملف لما يعني لم يحاولش أنه يدافع على نفسه يجر جره وتقول لأنه يعني مشكلة وتقول لأ مشكلة حكومية ومشكلة سياسية يعني أنه للتاريخ أنه قال أنا هذه المسألة هلأ تقول كان سحبها؟ تقول عندك الحق فهذاك شو لقد قلت وزير السياحة عنده الحق وقالها رسمياً في المجلس الحكومي إذن هذا كذلك كانت مسألة لأنه حسمناها حسنناها في الحينها وطفينا يعني الأمر قبل وش صحيح أنه عبداليلة بن كيران هو الذي طلب منكم إصدار هذا البلاغ لا ماشي صحيح ماشي صحيح أنه طلب بالعكس أنا فاش تكلم سمع عبداليلة بن كيران قتله هذه خليوا مديش على مصطفى الربيد قال لي مصطفى الربيد هو هذاك مديش عليه لغير ذلك ولكن ما عاد لي كانت بلانت لي بأنه من المسؤولية ديالي تجاه القطاع مسؤولية ديالي تجاه المهنيين أنني نصدر باين وفاش صدرت البيان عبداليلة بن كيران ما قالش يعني واش عاليا صدرت البيان بالعكس فاش كان نقاش في المجلس الحكومي يعني عبداليلة بن كيران كان الموقف دياله أنه خليوا هذه الأمور هذه ما ندخلوش في هذه الجدالات اللي هي غادي ديالي يعني شي أمور لي ما تخدم لها مصلحات البلاد ولا ولا احتل والقطع السياحة نتكلموش في عن الحصينة ديال السياحة في تلك الفترة اللي تقلقتي فيها زمام الأمور كين الرقم المهم هو ديال عدد السياح الوافدين في 2012 كان 9.3 مليون ووصلن في 2015 فاشا هدرسي لحكومة لعشرة فاصلة واحد مليون سائح باش ممكن نفسروه هاد البطء ديال الواتيرة ديال نمو ديال السياح واش القدرون نرجعو لهذا الشيء كون أن السياحة ما كانش أولوياء نداك عند الحكومة ديال بن كيران هدي مثلا لولا لأنه هو واحد القضية اللي كانت في الرؤية ديال 2020 فسكت تعطيها الإمكانيات الضرورية باش يمكن لك أنه تعطيه السياحة واحد دفعة قوية هادش ده بليدارة الحكومة ديال عزيزة خلنوش أنه أعطت الساد المليار ديال درهم للسياحة لك مهمة جدا لأنه دولة كنت نطلب بها ده كان موجود في الرؤية ديال 2020 تقول بأنه يجب دعم السياحة لأنه تدعم لمقاولات كدعم تصويق كدعم الرقمانة كدعم يعني أنه صعود ما يسمى بالمجالات السياحية هاد الأمور كلها ما كان فيها ما كانش فيها إذن ما كانش دعم لمن الحكومة خصوصا من وزارة المالية وبتدخل من رئيس الحكومة لأنه كان ضائقة مالية مخصناش تقولوا هذه القطية كان ضائقة مالية كانوا أمور كان إشكالية لوقعت في 2012 وكنا يعني أنه شنا الخط الاعتماني إلى غير ذلك وكان كذلك حتى أنه وقفنا الاستثمار 15 مليون اللي كنتو لتذكروا هالية وقفت ديال الاستثمار إلى غير ذلك لأنه في ذلك ولكن مع ذلك حنا كنا نقولوا را لست مرتف السياحة يكون مرضودية دياله مضاعفة إلى شكل كبير جدا نكن داك الوقت كارن نجيبو يعني من العملة الصعبة تقريبا 1-7 مليار ديال الأورو تنقول ورا إلى وصلنا مثلا المكتب الوطني المغربي للسياحة مليار ولا مليار ونص ديال الدرهم مثلا بالنسبة للتسويق ولا أعطينا مثلا الشركة المغربية الهندسة السياحية واحتق من سمية مليون إلى سمية مليون درهم را غاديم كن المرضودية تضاعف بالنسبة لهذه المسألة هاد المسألة لم موعتهاش حكومة ديال من كيران مال الحكومة ديال الأتماني اللي وعت بها هي حكومة تعزيزة خنوش وانتنشوف هادك المسألة ديال الرقم ديال الاستاذ المليار يعني أساسي جدا بالنسبة ولكن ويكباح تقديا خراب را ما كان يقعوا في العالم الرابيع العربي أضطر على السياحة أرى كذلك ما وقع في فرنسا لأن السوق الفرنسية فاش كتختل السوق الفرنسية كتأثر على الأسواق الأخرى 2014 و2015 كنت هجمات إرهابية كبيرة جدا بالنسبة للفرنسيين نزل السوق الفرنسية فاش نزلت السوق الفرنسية تبعت السوق الملجيكي والسوق الإيطالي إلى غير ذلك وكان عنده تأثير على السياحة لأعدا ما وصلناش لعشرات المليون في 2012 ووصلنا لأتالي فيه وضع تحدثت على وزارة المالية وفي كورما اشتغنت مع جوج الوزراء المالية محمد أبو سعيد ونزار باركة شكول في أوم اللي كان أكثر تفاهم وأكثر تجاوب مع قطاع السياحة نزار باركة لأنه نزار باركة كان فاهم بأنه الرؤية دي لـ 2020 يجبت تطبيقها كان عندنا مثلا مشاهد استقلالي نعم مشاهد استقلالي ذا كل وقت عنا ما أقول استقلالي مشيت عنده قلت له غادي نصابه هذا الشي اللي جافة في البرنامج الوطني قال لي هذه مسألة اللي توقعت أمام أنظار صاحب الجلل خصن نفده قلت له غادي نبدو بادي خلل المسألة دي الهيئات ما يسمى بالهيئات الجهوية للتنمية السياحية قال لي مزيان ولكن بدو بجوج على الأقل كان عنده تفاهم فجأ بوسعي دي كان وزير المالية قال لكن يات ما غاديش ندير هذه الهيئات دي التنمية السياحية إذن هذا وكالات التنمية وكالات التنمية السياحية قال لي كان المفروض أنهم هم اللي يعوضون هم اللي يعوضون المندوقيات وعيدوا المجالس الجهوية للإستثمار ويكونوا يعني وكالات اللي هما تعني يعقلون أعشلو كان نغارض من هذا الإصلاح لأنه الرؤية دي لالفين وعشرين شنا هي واحدة تمنيات المجالات اللي هم دمينا درسناهم وقسمنا المغرب لتمنيات المجالات السياحية كل مجال عنده واحدة كل مجال مثلا ديال طانجا تطوان في الشاون وغزان والعريش الاغريد ذلك عنده واحد توجوه معين ولكعادك توجوه معين اللي بغيتي أنك تطوره وتنميه وتعطيه مثلا واحد لبراند دياله وإلى غير ذلك خسكلاب ودمن واحد لوكالة اللي كتنمي المنتوج وكتسوق المنتوج هذي كالوكالة ديال التنمية ديال السياح هذا هو اللي كان في الرؤية ديال الفين وعشرين واشتغلتوا أيضا على عقود برامج مع الجيهات ومضيتوا واحد تقريبا ستاشر خمستاشر إلا رباط لما مضينا عشو ولكن خمستاشر كنا مضينا عشو علاش؟ هذا هو اللي في الرؤية ديال الفين وعشرين والوكالة السياحية مادم أنه خسكلابه قدام الرأي ديال وزارة المالية وكان رفض ديال وزير المالية أنا داك السبوسعيد وماشتغلناش فيها رغمار الأخذ والرد والمراسلات وإلى غير ذلك والتحكيم ديال رئيس الحكومة إلى غير ذلك الرأي ديال السبوسعيد اش ناوت يقول لك تقول كنا ما بغيش تكون يعني مؤسسات عمومية جديدة ولكن تقول لها درا تنفيذ ديال الرؤية ديال الفين وعشرين وكذلك التعاقدات مع الجهات كانت كذلك في هذا الإطار هذا إذن لهذا بشينة في هذه العقدة ديالبرامج ديالكل جهة بشينة كل جهة جهة ديالجهات ديالمغرب كلها تنجمع جميع المتدخلين من سلطات منتخبات سلطات كذلك محلية سلطات إدارية إلى غير ذلك الولاة العمال المنتخبين القطع الخاص المجتمع المدني إلى غير ذلك وكنديروا واحد المشاورات متعددة وتنقلوا هاد المنطقة هاد الجهة المعينة أشنو خسنا نديرو فيها؟ قبل ما تدير الجهوية الجديدة هذه الجهوية اللي كانت قديمة أشنو ما الأمور اللي خسنا نديرو؟ أشنو ما اللي خسنا نديرو مثلا في واحد الجهة اللي هي مثلا لوحنا كانت تسمتها لأزلال هل غنديرو في أزلال هل غنديرو مثلا في قصيباء وكيد في غياب دولة وفي غياب الموارد المالية يعني هذا الفكرة ما بشاتش بعيد منه؟ هو ما كانش يعني دعم كبير من طرف الدولة لأنه ما كانش يعني كانت واحد ضائقة مالية ولكن كذلك ما كانش أولوية من أولوية دي الحكومة دي المنكرة هذه الأولى ولكن المسألة الثانية فنقلنا تضافر الجهود دي المتدخلين في بعض الجهات حقنا أمور لأنه وجبنا مصميرين خواس وخدينا على عاتقنا يعني أمور اللي هم عملنا مع بعض الوزارات حقنا بعض الأمور مثلا في منطق معينة إذن نضينا هذه الخطط اللي هي جهوية للتنمية السياحية تم تحقيق ما يمكن تحقيقه في إطار تدخول دي القطع الخاص ولا مثلا بعض الجهات لغير ذلك ولكن عندك الحق بأنه في غياب أنه تكون هادي يعني أولوية بالأولوية لأن المسألة دي التنمية السياحة في الجهات كان ممكن أن تخلق مناصب شغل تخلق واحد ترويج السياحة يتخلق إلى غير ذلك كثير من الأمور مثلا مثلا بحد أبيلا مشيتي على عيون مربع مثلا ولا أقلم ما زجزاء مثلا ضايا دي الويوان مثلا ضايا ديلتي في النورين اللي كين موجودة مثلا السيدري دي الأطلاس هادو أنا أعطاكي مثلا اللي مقريبة الأزرق ونفر هادو كانوا كذلك داخلين في المخطط دي التنمية الجاوية يعني عشنا هو البعض اللي تعطيهم كيفاش تنميهم كيفاش تسوقهم شكل غايتكلب بهم شكلام الشركات المحلية إلى غالي دي إذن هادو كان كلو غادي خلق واحد ديرامية محلية لو أنهو كانت يعني واحد واحد الإرادة السياسية فهد 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 قالت البوارد يعني خلتكم أنكم تتبحتوا على موارد جديدة ومن بين الإنجازات اللي يمكن أن تحسابها للولاية ديركم الانتدابية وهو إحداث ضريبة جديدة على النقل الجوي يعني كتأخذوا الضريبة المقدار ديالها حوال من مائة ديرام إلى أربعمائة ديرام عن كل تلكيرات الطائرة بسيط لي خلناكم تفكروا في إحداث هذه الضريبة لأنهو كان هذك الإشكالية ديال أنهو ممكن لناشى رفعه من المداخل ديال المكتب الوطني المغربي السياحة والمكتب الوطني المغربي السياحة تصعوا إمكانيات كبيرة باش ينكلوا أنهو يسوق الوجهة المغربية لأنه تسوقها ما فيش فقط أنكتات مشي تتكلم عن المغرب تسوقها في كذلك تعاقدات يكديرها مع شركات الطيران مع المرويجين دالرحالات مع الطرق أرادتار إلى غير ذلك وهذا الشيء ستطلبوا وكذلك ما هو رقمي كان في هذا الوقت الكثير من الدول أنها تتجهوا إلى ما هو رقمي هذه الأمور ستطلبوا إمكانيات كبيرة جدا إذن لذلك قلنا نقوم بعملها ضريبة على الطيران لي 100 درهم بالنسبة للتذكير الاقتصادية يعني 400 درهم بالنسبة للبيزنس ولكن في نفس الوقت لعائدات ديره ومشات كل السياحة 50% مشات الصندوق التحكيف والاجتماعي 50% مفقات للسياحة وعائدات اللي مهمة عند الرقمي في 2022 وصلت إلى 344 مليون درهم في 2022 مقابل مثلا 430 مليون درهم في 2019 من قبل الأزمة الصحية كانت بعض الأفكار أخرى وبعض المشاريع اللي أشتغلت عليها نعطيك مثل شيكات العطل مثل لشيك أو لبرنامج دير العطل المتفرقة بشاركة مع وزارة التربية الوطنية هذو جوج دير المسالين اللي بقي لحد الساعة كن نسمعوا لي عم ع وزارة آخرين ولكن لم يكسب لهم الناجحة لأول العطل المدينة وكننا عملتها مع السبب المختار فش كان وزير دير التربية وأعرس مع الفكرة عجبات الفكرة قلت لشوف أحد القضية غادي نشدو وغادي نديرو ثلاثة المناطق في المغرب وكل منطقة تاخد العطلة في الوقت دياء في وقت مختلف مثلا هذو أخدوه مثلا في الأخر دياء الكتوبر الأخرين يأخدوه في الأول دياء نوفمبر إلى غير ذلك ومزياد وعجبات الميانيين وخدمات وما كان الكتداد في مراكش وكان ممكن تنافس ما بين الفناطق لغير ذلك فش مشاغسي بالمختار جاء من بعد منه أظن صاد وهو لي قال أنا غادي رجاع لأن ذاك الوقت لم أقل شوش في 2017 أخذ القرار اللي هو قال بأنه هذه المسألة دياء العطلة الجهوية يعني أنه غير ما مسلكاش وزارة التربية الوطنية لأنه فيها واحد تدبير اللي هو يعني تاخد شوية الوقت بغير أن نبقاه في واحد إطار منسجي وأرتراجعوا عليها بالنسبة لشيكات العطلة مع الأسف شيكات العطلة ما فهمتها ما فهمتها لأخوان اللي مالية يعني عملنا دراسة عندها عائدات كبيرة جدا حتى على الخزينة دياء الدولة لأنه تعني بأن الإنسان كيوفر تتوفر واحد المائتين درهم ثلاثمائة ثلاثمائة إلى غير ذلك والمشغيل سواء كان الدولة أو القطاع الخاص وكاد توضع وفي آخر سنته تتكوحة شيك اللي ممكن لك تصرفه في فندوق هذي راتجربة الإسبانية وتجربة الفرنسية متطورة في هذه الإطارة دماما ماذا يعني؟ دياء وزيرت المالية يريد يفاعم يريد يفاعم انت رائعك؟ أي يكين بعد لإدك هذيك الشركة اللي غادتعطيها هذيك 400 درهم للمون لإدك تقول له هذيك 100 يعني ما تحسن لوش في الدرائع يعني تقول لك كان يمشي كبير بزاف أنا فاشدرنا نحسن ولكن اللي غادير ربحوا في إطار يعني التنشيط الاقتصادي ودعم دياء السياحة الداخلية والعائدات الجبائية دياء ده كانت تحسبوا بالمئات الملايين دياء الدرام إذن ولكن رغم ذلك كانت أخوف من من وزارة المالية أنا فاش وليت ما بقيتش وزير وبرلماني كتبت كذلك يعني مشروع مشروع مقترح قانون في هذا الإطار هذا فاش كنت في الغرفة الأولى وحتى الآن يعني في الغرفة التالية كتبت مقترح قانون ومع الأسف رفضت 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 وزارة المالية هذا الإطار ولكن هذا يعني هذه المسألة ديالشيكات العطال لأننا نأمن بها غادي نمشيو بها غادي إن شاء الله غادي نحاول ندخلوها إلا ما دخلناش هذه السنة ندخلوا السنة المقبلات إن شاء الله في القانون المالية وزيرة السياحة الحالية فاطم الزراع عمون ودعت خارطة طريق جديدة وهدف هذه المرة هو الوصول إلى 17.5 مليون سائح أفق 2026 هنا أهداف أخرى خلق مئتين ألف فرص عمل جديدة والحصول على موارد ومداخل تقدر بمئة وعشرين مليار درامب في أفق 2026 واشهد الأهداف نظركم واقعية أنا تنظن واقعية لماذا؟ لأن الحكومة ما قالتش أهداف وموجودة الموارد اللي مزيدة في الحكومة قالت هل أهداف اللي كي؟ وهي الموارد اللي غادي نوضعي لو ضعتي ستاة المليار دي الدرام على مدى ثلاث سنوات الآن لأنه دب إحنا فالفين وثلاث عشرين وفعو الشريخ مستوى وثلاث عشرين وثلاث عشرين فالفين في أربعة سنوات يعني بأنه مليار ونص دي الدرام كل سنة اللي غادي تمشي للترويج دي الوجه المغرب هذا يرى فيه تعاقدات مع الطائرات فيه مسألة دي الرقمانة فيه مسألة دي الترويج فيه مسألة دي التهيئة دي المنتوج السياحي والتدبير دياله إذا عملت هذه الأمور أنا تنظر أنه يمكنك توصل لها ويمكنك بإمكانية أكثر توصل أكثر من ذلك أنا تنظر أنه المغرب قادر باش يمكنه أنه يوصل لعشرين مليون ديال السائح ولكن تكون إرادة سياسية ويكون كذلك تمويل في هذه الإطارات أنا تنظر أن هذه الأرقام واقعية وممكن الوصول إليها ولكن بشر أولا أنه الدعم المالي السمر هذه الإرادة السياسية لعند الحكومة تبقى وكذلك أنه يجب تعبئة جميع الفاعلين في هذه الإطارات لا تنظر أن السياحة لا تنظر حكومة السياحة لا تنظر المهنيين والفاعلين والعاملين في هذه القطعة لا من طيران لا من أصحاب فناديق لا من أصحاب مطاعم لا من أصحاب وكالة الأصفار إلى غير ذلك هذا هو ما الذي ينظر السياحة إذن إلا كان هاد شي الجنيد ديالهم والدعم ديالهم والدعم المنتوج لأنه المنتوج أساسي المنتوج والمدن في أن تدير السياحة كيفاش دائرة والجميلة والنقية واشما فيها تحرش واشما فيها هذه والمنتوج السياحي من ناحية الجودة كل شيء يجب أن تدرك إذا أريد أن تصل إلى هذا الرقم عندما تحدثنا إلى الوزيرة السياحة الحالية نطلب منكم استير حسين عدد تشوفوا هاد الصورة ومن بعدها من طاحت السوعد في تفتح هذه الصورة هذه الصورة كانت تشوفوا فيها الوزيرة السياحة الحالية اللي كانت في عطلة صيفية رفقة العائلة ديالها في أرخابين زالجيبار هذا الشي كان في الصيف ديالها في ٢٠٢٢ وهذه الصورة يعني أثرت مجموعة من الانتقادات كون البعض رأى بأن وزيرة السياحة كان عليها أنها تشجع السياحة الداخلية بدل أنها تعمل ترويج ويجاة سياحية أجنبية واش هاد الانتقادات في نظركم موضوعية؟ أنا تنظر لدى واحد المسألة هذا الشأنون يقصها ويقص عائلتها بالنسبة للعطلة فين أعتقدها؟ هذا اختيارة ديالها لأن وزيرة السياحة مخصاش مشي لهذه البلاصة أنا تنظر أن هذه المسألة مكينة مخصاش فين ستدوز العطلة ديالها لأنك وزيرة السياحة إذا أنت وكل واحد ستقول له حسب هذا التخصص لأنت فيه ولكن المثال الثاني بالعكس نحن مطالبين كمغاربة لا أعرف كم شوان لإخوة الأفريقات يقول لك وعاوننا وديروا لنا أنا شحان مرة درت الترويج للوجهات السياحية ديال سينيغال وديال كوديوار وديال جابون لأكس في طنزانيا وطنزانيا وطنزانيا مزال أننا الروج لأشياء جاءت تنزانيا جاءت ثلاثة مليون ديال سياحنا رحنا وجهة سياحية لرياء رائدة على المستوى الإفريقي هادوك الإخوة الأفريقات تشوفوا فينا تقولوا لنا ودعوننا إذن وزيرة السياحة إذا درت مثل زنزبار زنزبار وحدة عرفة شنا يا زنزبار زبار يعني كثير من الفقر وكثير من هذين والناس اللي هم مكينين يعني يعني تعيشوا يعني كثير من الأمور بزيال أننا نروج هذه السياحة إحنا يبغينا نكونوا رائدين في إفريقيا وبغينا نكونوا إحنا يعني كن قاطرة من القاوة القاطرة ديالنمو في إفريقيا هذا توجود يا لصاحب الجلال وتوجود يا المغريب أي حاجة درناء الإفريقيا مهمة في الإطارة ده علشنا خلقوا هذه المشكلة مع زنزبار ومع التنزانيا ولماشاء حاجة؟ لأنه لوزيرة أنا بالعكس أنا أشجيع جميع الوزارة اللي هم مكينين أنا بعد شخصيا تنشجحهم أنه كل ما لقوا الفرصة أنهم يروجوا لما هو إفريقي يعملوه لأنه أساسي بالنسبة لناك مغريبك لأنه إحنا رائدين لأنه هذك الأفريق تشوفوا فينا رأي لك أنت وزيرة السياحة في الممشيت أنا كنت أمشي في نيجر وممشي مع صاحب جلالة نيجر ومالي ووادي تقول لك عاونونا غينية كونكري وكان صاحب جلالة تتبع هذه الأمور بحدافة تقول لك هذو كتفاقيات الأسنين في نوصله الناس للإخوان ديال غينية كونكري كانوا يترسلون لنا الموظفين ديالهم ديال وزارة السياحة كان كونو مع النفس لماذا تشوفوا فيه؟ كان معارض ديال السياحة تدار في أبيجان تقول لي وزير السياحة على المجلس المغرب أنا رانما حلر ما عنديش معارض لذلك سيكون مغرب تمشي وتندير وتنكبرو بيعو إلى غير ذلك وبالنسبة لي مهمة جداً إذاً تمشي الروجو الأبيجان الروجو الكود ديبوار إلى غير ذلك لذلك أنا ترامل مهمة ديالنا كام غاربة وتقولوا حنا راحنا عدنا البعد الإفريقية ورحنا أفارقة وعدنا الرياضة دي الإفريقية وعدنا الاندماج في إفريقية ولمشات وزيرات دروجات الوجهة واشنو فيها؟ مزيان أنا بالعكس هذا كل أساس دي التواجد ديالنا كام غاربة وصلنا الحسين حدد للآخر فقرة في البرنامج فقرة صورة وتعليق إذن عودة إلى برنامج جاعدات اللي كان صادفه في الحسن حدد الوزير السابق المكلف بقطاع السياحة فقرة صورة وتعليق كان اقترحوا على الضيوف ديالنا أنهم اختاروا لنا صورة من ألبوم الصور ويقع لها وبالنسبة لكم سي الحسن حدد اختارتونا جوجة ديال الصور إذن الصورة الأولى كان شو فيها مغفور الله الحسن التالي مع عدد من الزعماء العرب وهو وللعهد أندك سيدي محمد كذلك في هذه الصورة هذه 8 سنة؟ هذه 5 سنة هذه بداية 5 سنة المناسبة المناسبة هي تنشين جامعة الأخوين وهذا كانت واحد الحدث لي هو كبير جداً لأنه أولاً تنشين جامعة بالمواصفة الأمريكية أنا عندي هذه النقطة ديال ضعف ربما أنه كل ما هو أمريكي كل ما هو جامعات أمريكية مهم إذن هذه المسألة له لكن المسألة الثانية أنه هذه اسمي جامعة الأخوين لأنه فيها تمويل أولي اللي كان ديال السعودي وديال المغرب يعني فكان الحسن الثاني رحمه الله يعني أنه بالنسبة له هذه من المفادرات الأساسية يعني بالنسبة لدعم ديالما هو الجامعي كان يوم مشهود لأنه يوم مهم جداً لأنه جور أساء جامعات أمريكية كثيرين كان المرحوم ياسر عرفات وكذلك الملك عبد الله وراء ما الملك الحسن الثاني ولي العهد السليم محمد وكان يعني زيارة لي يعني تنشي لمشيق دفقت يعني وقت قسر الحسن الثاني الله يرحمه يعني ضر على جميع الأقصام إلى غير ذلك وأنا كنت رئيس شعبات رئيس شعبات ديال ولكن كذلك أستاذ فجأة والقاني أنه أستاذ أمريكية يعني كندرسه ودخل عدنا القسم أول مرة أنا وآخر مرة يعني أسلم على الحسن الثاني رحمه وكينا صورة أخرى ديالكم الحسن الثاني اللي كنت جمعكم هاد المرة مها الملك محمد السادس يعني شنو المنعتبدي لهات الصورة هادي وقعت في 2013 ويعني هذا تنشين ديال محطة بلادي في المهدية في مدينة القناة أو في مهدية وهاد محطة بلادي يعني كنا تمويل من القطع الخاص وهاد المحطة ديالبلادي هي دعم يعني سياحة داخلية كان واحد المشروع ديالبلادي اللي هو استمرين فيه أنا كنت لقيت يعني جوج ديال المحطة اللي هو مكينين وبعد ذلك يعني عملنا هاد المحطة وعملنا المحطة ديال إيمي والدار ما عرفش الان فين وصلوا بالنسبة لهاد المحطة ديال سياحة الداخلية ولكن مهم مقل لأنه فيها استثمارات أساسية وفيها كدلك يعني منتوج مناسب للعائلة المغربية وجلالة الملكة عنده اكتماع بها كبير وفي هذا الوقت سألني وقال لي في النظر واش هتعملو شي وحده واش هتعملوها في فراس المق يعني وكان مقترح أنه في فراس المق تكون كذلك محطة كالناس والنفادي ولكن يعني الأسئلة ديالي كانت دقيقة بالنسبة لكل الأمور إلى غريد الكوبي ديرايا يعني يعني وحد ديرايا يعني دقيقة جدا للمشاريع وعارفها وعارف هذه الأمور هذه وعارف يعني في شنا هو التوجهات دياله وقال لي بأن هذا البرنامجة أساسية يجبوا استمرار فيه كانت يعني لحظة مهمة جدا هاد مسألة دي التدشين دياله هاد المحطة المحطة رات كانت تشتغل يعني أنا معمر لي زرتها يعني بعدها يعني بعد ما خرجت لأنه أظن أنه خرجت الوجود من لي ما بقيت أنا وزير إذا الوزير اللي جاء من بعدي هو اللي تكلف بي أنه المحطة لا كانت شي تدشين أنا لا أدري ولكن يعني أنه المحطة الآن تشتغل لحسن حداد برلماني عن حزب الاستقلال وزير السياحة سابقا شكرا جزيلا على كل هذه الأجوبة وعلى هذه الإضاحات مشاهدين 360 شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا. اشتركوا في القناة